على فكرة الشيخ معاد يسافر إلى الشيخ وليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ يأتيه هو يسافر سفرا طويلا حتى يحقر تحيل أنني كنت أذهب إلى الشيخ في نصف القرآن الأول كم يوم؟ كم يوم؟ ثلاثة أيام ثلاثة أيام في الأسبوع ثلاثة أيام فقط كنت أتحايل عليه كان أول يومين فقط تحايلت عليه محايلة شديدة لأذهب إليه ثلاثة أيام وكان يوقفني على معاني شديدة يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط 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 هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة والله كان أفعلها الله أكبر في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا ولكنني سمعت أنك عفريت شوي الحمد لله ربنا ألعب علي هو شهر مني من البصر سبحان الله الحمد لله وعلى هذه النعمة أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لأي بصر لا تريد أن يرجع لله لماذا؟ لماذا؟ لعل لا يكون يحجد عند الظالم يوم القيامة فيخفف عني بعضا من العذاب وأقف بينا دين خائف المتوجدان يسألني ماذا فعلت في القرآن؟ فعسى أن يخفف عنه فالله يدخل ما يشاء فيه رحمته ولكنه ألعب عليك القرآن وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي أذهب وحدي فقط وليس معي أحد ولكن أبي يخف عنه تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن يا الله ماذا ستكون حجتهم عند الله؟ والحمد لله على كل حال ما شاء الله يا شيخ معاذ أنا علمت أنك عندك قاعدة لبنو القيم نعم ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله ما أغلق الله بابا لعبدي بحكمة إلا فتح لكم يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أنت فقدت البصر؟ لا 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 في الصغر يعني البعض يشعر بنقص في الصغر في الصغر كنت أغضب لن أكذب عليك نعم كنت أغضب وأحياني لكن الآن الحمد لله لا أغضب فهذا قضاء الله هو قدري نعم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهم الجنة لا أسأل الله أن نكون من ورثة جنة الفردة والسرعة اللهم أمن فرت همومي ونشرح قلبم هموم لما تليتك كل الأحزان فرّه يا محكم القرآن يا مسكم ختوم أنفاسي من دونك أبد ما استقرر فرت همومي ونشرح قلبم هموم موسيقى موسيقى موسيقى